رغب الكثير من التنديد بهذا المشروع ورفضه جاء افتتاح أول مركز حكومي لزراعة القنب وحصاده القنب هو النبات الذي يعد أحد أكثر المصادر المنتجة للمواد المخدرة ويؤدي استخدامه إلى الإدمان والوفاة في الكثير من الأحيان إن هذا النوع من المنتجات يحقق الكثير من الأرباح وهو قانوني في دول مثل كندا إن اللتر زيت الواحد يعادل عشرة ألاف دولار ما سيشكل لنا دخلا أجنبيا كبيرا لابد من الاستفادة منه رغم الانتقادات القطاع الطبي وراء في هذا الانتاج عاملا إيجابيا لتوفير حاجة قطاع الصحة من هذه النبتة محصولها سيساعد في إنتاج كميات من المواد الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية والتداوي ولا سيما في تركيب الأدوية المخففة للآلام رغم الأهمية الدوائية يبقى الحذر سمة بارزة في التعامل مع هذا المنتج الزراعي الخاص جدا إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أجازت استخدام منتج هذه النبتة في حالتين مرضيتين فقط إحدهما الصرع لدى الأطفال والثانية أمراض العصاب غير أن استخدام هذه النبتة خطير ونحن في الأساس نمنع الناس من تناولها أو زراعتها لخطورتها نبات القنب يزرع برعاية حكومية وتحت رقابة مركز التحقيقات الفيدرالي كي لا يساء استخدامه زراعة ستوفر أرباحا كبيرة للمزارعين وفق دراسات الحكومة الباكستانية ينتشر نبات القنب في أرجاء مختلفة من باكستان وكانت الحكومة واللجان مكافحة المخدرات والإدمان تعمل على إتلاف كل نباتاته لكن يبدو أن الحالة تبدلت الآن مع رؤية جديدة للحكومة التي ترى أن زراعة القنب وحصده أصبح حاجة طبية وتجارية بكر يونس اسلام أباد الميادين